طبعا الحامل فترة مزعجة صحتك تعبانة مرهق شكلك حاجات كتيرة جدا ان انت بتبقاش راضية عنها ازاي تحول الحامل لصالحك وازاي تستفيدي من فترة الحامل ان انت تصحح بيها اوضاع كتيرة جدا هلكي معي يا سعاد يالرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسلام بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم ومن ولا واذكرككم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم فبها نسعد بإذن الله تعالى فترة الحامل فترة ممكن نعتبرها سجن بالنسبة لي المرأة فترة كل ما تيجي تاكل حاجة نقول لها ممنوع كل ما تيجي تعمل حاجة نقول لها غلط الله الفترة دي وحشة جدا مفيش حاجة فيها حلوة غير البيبي بس انما في معادة ذلك الفترة دي سيئة جدا ده اللي عايزة تبص على نص الكوباية الفاضي دي المتشأمة دي اللي ممكن تدخل رحلة الحاملة سليمة تطلع منها صحتها طين اما لو في حل تاني او في حل تاني في ان انت تستغلي فترة الحامل دي لصالحك ازاي هقولك يا سعاد فترة الحامل دي نعم من عند ربنا سبحانه وتعالى ساعات احنا كبشر عمتا بينطبق علينا المسأل يعذروني في المسأل ده اللي هو نخاف ما نختشيش لازم نبتلب حاجة عشان نقول اه امين خلاص انا مش هعمل كده تاني فلما بتدخلي فترة الحامل انت بتبقي مجبرة مجبرة عشان البيبي الصغير اللي روحك فيه ان انت تبقى ماشي على الصراط كل حاجة صحية امشي عليه فما تفكري كده هي الحاجة الصحية دي مرتبطة بفكرة البيبي بس ولا بفكرة ان دي الحياة الصحية اللي يفترض تبقى البشرية كلها امرأة حامل امرأة مش حامل راجل حتى كل الناس يفترضوا يبقوا عليهم هو لما بنقول مثلا ان المرأة الحامل يفترض انها تشرب على الاقل ثمان اكواب مية هو دي الحامل بس لا ده احنا بنقولك انت عشان ما يحصلكش جثاف عشان تروية الجنين عشان ما يحصلكش مزيد من التقلصات وتعرضي نفسك مثلا لولادة مبكرة عشان سرعة انتصاص الفيتامينات في الجسم وتبقى عايزة مية زيادة حاجات كتيرة منها زي مثلا البيتامين سي عايز مية كتيرة عشان الجسم يستفيد به فده على سبيل المثال طب هو ده في فترة الحمل بس لا ده فترة الحمل وفترة غير الحمل طب انا لو انا اتمرنت عملت ترينينج لنفسي وبدأت في فترة الحمل فعلا اوازب على موضوع ثمان اكواب من المية ايه هتكون النتيجة خلال تسعة تشهر انا عملت التمرين ده لدرجة انه بقى جزء من حياتي وبعد كده اما بشرة بتمن اكواب مية هتنفعني في الرضاعة حتى بعد الرضاعة تنفعني لبشرته السيدات اللي ما بيشربوش مية وده بس على سبيل المثال هم اكثر عرضة لظهور التجعيد بدري والسيدات اللي بيشربوا مية كتير دول اكثر نظارة بشرة اقل عرضة لموضوع التجعيد وما بيكبروش ليه لان المية غزاء لكل اعضاء الجسم دي كده بس لمحة بسيطة لما بنيجي نتكلم مثلا عن الغزاء الصحي وان احنا ما بناكلش اكل ملوس عشان ما نعرضش نفسنا لحاجات ممكن تحصل في فترة الحمل زي جرسومة المعدة طيب والغزاء الصحي ده لو انت ركزت فيه انت مش محتاجة تعملي ضايت مش محتاجة تعملي رجي مش محتاجة تعملي خسارة وزن انت بس امشي على الاكل الصحي اللي هو فيه البروتينات وفيه الكربوهايدريات النافعة ونبعد عن الكربوهايدريات اللي مش نافعة زي الموضوع المكارونات والاندوم والحاجات دي طيب هذه الحاجات دي لو انا اتعودت عليها في فترة الحمل واعتمدت ان انا اكل خضار كتير وفواكه والبروتين اكله من غير دهور مشبعة ومن غير بقى موضوع السمنة والزبدة والكتيرة السمنة والزبدة الفلاحي مفيدة بس بقدر بسيط يعني ما يحصلش فيها افراد لو انا اتعودت علي هذا الامر طيب انا فعلا بعد حتى فترة الحمل لو مشيت كده انا مش محتاجة اعمل رجيم انا بس مع شغل البيت ده اللي هاعتبره نوع من انواع رياضة مش في فترة الحمل بتكلم على بعد فترة الحمل موضوع شغل البيت شغل البيت فترة الحمل نخفف منه شوية انما بعد فترة الحمل شغل البيت اللي انا قل انا بعمله هاعتبره ده الرياضة بتاعتي مع الاكل الصحي اللي انا باكله انا مش محتاجة اعمل رجيم ولا انقاص وزي يبقى الفترة اللي انا فيها في فترة الحمل لما بنيجي نتكلم مثلا على موضوع الافراد في السكريات ليه ما تفرطش في السكريات في فترة الحمل لانك في فترة الحمل بالذات عرضة لاصابتك بسكر الحمل طيب ما افرطش اتناول السكريات باعتدال بسيط جدا اتناول الفواكه بدون افراط وهو ده الشيء الطبيعي الشيء الطبيعي ان احنا ما نتناولش اي حاجة بافراط حتى لو كنا في صحتنا العادية حتى لو كنا اصحاء التمر على سبيل المثال سبحان الله السنة بتقول ان هو ثلاث تمرات او سبع تمرات عشان يبقى العدد فردي سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب وجدوا ان اكتر من سبع تمرات بيحصل ايه بيحصل عصره هضم في الجهاز الهضمي عصره هضم انت قلبتي الفايدة الى ضرر طيب ما انا اتعود في فترة الحمل الناس اللي عمالة تسأل كتير التمر بيجيب اجهاض التمر بيجيب اجهاض مش هيجيب اجهاض لو اكلنا كل حاجة باعتدال يمكن قولنا الكلام ده في الحلقة اللي قبل كده ففي فترة الحمل انت ممكن تستغل ليها استغلال صحيح النوم الصحيح الحفاظ على النوم ان انت تاخد قصد كافي من النوم فترة الليل والبعد عن الصهر لان الصهر في فترة الحمل ممكن يسبب مشاكل صحية من ضمنها ان اكبر وقت ممكن يصل فيها الدم الى الجنين فترة النوم فلما حضرتك بتصهري انت بتحرمي الجنين بتاعك من انه بيصلوا هذا الكم من الغزاء فنامي قصد كافي من النوم فلما بتاخد قصد كافي من النوم فترة الليل انت هنا بترفعي جهازك المناعي سواء كنت حامل او غير حامل ففترة الحمل انا ممكن استغلها استغلال صحيح لو انا كنت متفقلة لو انا كنت ببص على نص الكوباية المليان فعلا لا دي فترة انا ممكن استغلها كتير مننا يعني مثلا مريض السكر مريض السكر بعد الشر عنكم لما يبقى في واحد مريض سكر وعرف ان هو مريض سكر فالطبيب بيحرموا من حاجات كتيرة جدا زي طبعا الكربوهايدريت والسكريات والكلام ده فيجي يلتزم بالغذاء الصحي المناسب لمرض السكر فبيكتشف ايه في النهاية انه خسر وزنه ان بقت صحته افضل قلب النقمة اللي كان ممكن يظنها نقمة وهي مش نقمة ابدا دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى بس احنا بنظنها كده في البداية دي مصيبة انا طلع عند السكر لا لو مشيت الماء ما هو انت في الاخر ساعات انت مش عايز تمشي صح فطب ربنا يعمل لك ايه عشان تمشي صح يروح مدهالك بقى بالايه بالاكبار لذلك عشان كده بقولكم انتو ممكن تستغلوا فترة الحملة وتبقي في افضل صحة طول العمر لو عملت فترة حملك دي فترة مثالية من ضمنها ان انت تراقب افرازاتك ده على طول منعا بها لامراض النساء اللي ممكن تيجي بعيدا عن موضوع الحمل اراقب على طول افرازاتك الافرازات الخضرة والحاجات دي اعالجها حتى لو كنتش حامل موضوع المسالك البولية لو لقيت اي مشكلة في التهاب المسالك البولية اعالجها لحاجات دي امراض الكولة للأسف بتبقى شديدة جدا شديدة جدا لما بتتفاقم لذلك خدوا بالكم من صحتكم في فترة الحمل فترة الحمل ده تدريب ليكم ان انتو تاخدوا بالكم من صحتكم فاللي عايزة تعيش فترة حملها وهي حاسة انها فترة مزعجة هتفضل طول عمرها تعبان انما اللي هتستغل هذه الفترة وتقول ان الفترة دي انا هعود نفسي على الحياة الصحية اشوف كل ما هو صحي هستعمله وكل ما هو ضار وغير نافع مش هستعمله مش هشرب حاجات مثلا كافيين كتيرة مش هشرب بيبسي مش هشرب مش هاكل اندومي مش هاكل اكل الشوارع هاكل اكل البيتي النظيف كل ده للصحة العامة كل ده للصحة العامة انا بشكركم شكرا جزيلا وبتمنى لكم الصحة والعافية دي كانت بس دردشة خفيفة كده عشان بعض السيدات اللي كانوا دايما بيفكروا ان فترة الحمل فترة مزعجة لا اشوفكم على خير السلام عليكم اشتركوا في القناة